السلام عليكم اخوتي اهلا مرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطيما و ان شاء الله في وصفات جيدة نحضر معكم ان شاء الله سلاطة بالمكارونة والكبدة بوحد طريقة اللي مختلفة و في نص اللحظة كجيل ديدة بثاف قبل ما ابدوا الفيديو كمالعادة منساش تدعموني و الليك دي لكم باش شجعوني و كذلك الكتاب والما راكا تشوفوني فمنساش تركو في القناة فعلوا جرس ما شاي ما نتوصلوا بجديد ديالي و دو اخليكم مع المقادير و طريقات تحضير بالنسبة للمكونات فنحتاج هنا الكبدة ديال الجاج مهم بالنسبة للكمية فكذبقى على حسب الرغبة كترول لقلو لكن مش مشكلة و خدروا كمية قليلة مش مشكلة حقاش حنا يغن ديروها غير في السلطة مهم هنا يغن دوزون نضفوا الكبدة ديالنا قنضيف لها واحد ونص كاس ديال الحليب باشا كتنظف مزيان و كتحيد من هادك المروري اللي كسكون فيها و كذلك ذاك الزفورية مهم الحليب كي خليها تنظف مزيان و كجيش فيها الريحة مهم الكبدة معروفة كسكونك كاية مريحة كننظفوها مزيان مهم خليها دباجان يبان تقريبا كاية واحد نص ساعة باش كتشرب لنا هاد الحليب مزيان و غنرجعون لها ان شاء الله و في هاد لوقيتها هادي فغن دوزوا ان شاء الله باش غنحضروا المكونات المتبقية ديال السلطة ديالنا غنحتاج في هاد المرحلة هادي لهاد الماكارونا هادي اسميتها يعني كي قولوا لها الفيس فس كومباتشكيي لهدايا غنضوزوا ان شاء الله باش غنسلقوها عندي هنا يا المغاليان غنضيف لوح شوية ديال الملح كذلك غنضيف لوح شوية ديال الملح كذلك غنضيف لوجوج مع الغطاء ديال الطنجرة ونخلي حتى يطيب على خطره وهنا يا الماكارونا ديالنا فراها طابس غنحيدها مويمة طيب واش بزاف كتر من القياس خليوا كي يشاد دراسها حيث احنا غنضيروها في الصلاة والصلاة ما كتبغيشها كي المعجنة يكونوا طيبين بزاف وهارين فاظلوقيتها هادي فنخلي الماكارونا ديالي حتى تقطر على خطره نخليها جانبا وغنضوزي ان شاء الله باش غنكمل معاكم الكبدة فاظلوقيتها هادي الكبدة تشربت من هذك الحليب وتنظفت مزيان يعني تحيدت من هذك الزفوري اللي كانت فيها هاتشكل هدايا غنحيدها من هذ الحليب وكنضوزوا باش ننظفوها من الحليب مو ينفذ مرحلة هذي كي يخلي في هذك الحليب لكن اما صراحة ما كي يعجبنيش تك الحليب اللي كيبقى فيها كننظفها مزيان من الحليب وعدك ساعات كنضوز باش ننقيها كنحيد لدك الجليدات اللي كي يكونوا فيها وكذلك كنقطعها كي على جوج مو يمصراحة بالنسبة للمقص كي يساعد بزافة كيف تنقية ديال الكبدة وكذلك باش تحيدوا من هذك الخويوط دكش اللي كيبقى فيها مو يمدى برا ما بقى ولو العيد كننصحكم يعني الكبدة ديالكم قطعوها بالمقص وكسبقاشها كي يكتزلق وهنايا بعد ما نقيت الكبدة ديالي كاما بلو قطعتها فغندوزو ان شاء الله باش غنقلوها وضعت هنا وحشوية ديال الزيت غنضيف وحشوية ديال التومة هنا عندي تقريبا واحد ثلاثة ديال الفوسو الصغار ديال التوم نحاول انني نمعسهم في هذي المعاسى هذي ديال التومة يمكن لكم فضل مرحلة هذي تديرو حتى التومة يعني بودرة التوم تاية كتجيزوينة كذلك غنضيف الكبدة ديالي غنوضعها في هذي المقلاس وغنضيف لها التوابين شوية ديال الفلفل اسود لي هو البزار متكترش بزاف كذلك وحشوية ديال القصبر حبوب وغنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الكامون كذلك غنضيف واحد شوية ديال السكن جبير غير شي شوية ما تكترش بزاف منه وغنحرك الكبدة ديالي ونخلي احتض طيب على خاطرها على نار لي كتكون مهيلة نخلي احتض خرج منها يعني دك الماديالها حتى يخرج دك الما كامل سواء اللي كيكونوا فيها ومويم غير نقصوه للبوطة وخليوها تطيب على خاطرها هنا اللي رحتوا معايا فذك الماديالة هنا يبدك يخرج كامل اخليها تزيد تقلم زيان وتشحر لا تشكل دبراها طابس كنحاول اكا ينقطع الكبدة ديالي في النصف الى بنت لها كي بانها بيضة من داخل وما بقاش فيها كي السوائل سمك نعرف بان الكبدة ديالي راها طيبة ومويم غنطف عليها وغندزو ان شاء الله باش غنقطعوها فنحاول هكا ينقطعها مربعات اللي صغير ورين يمكن لكم هكا يديروها غير يعني تخليوا هكا يطريفة ديالة كبار لكن انا صراحة كي يعجبني انقطع هكا يطريفة صغير ورين باش كجي كيا كاملها وصلاة كجينا كيا الصلاة كاملة مقيوصة بالكبدة وفادلقيتها هدي فغنوضعها الماكارونا ديالي في هاد الصحن بالنسبة الماكارونا اللي احتوه معي فكتبقى مفرورة ومويم ما تسلقوهاش بزاف باش ما تلتسقلكمش مع بعدياتها في الخضار غنضيف هنا يا جلبانة كذلك غنضيف خيزو جلبانة وخيزو مسلقين بجوج مويم بالنسبة للخضره فكتبقى اختيار يفصلة تديرو الخضره اللي حبيتهم مويم بالنسبة للخضره ديالي انا فاصلقتها غير في الماو الملح هنا غنضيف كذلك ضفت هنا ديالزيسن خضر مقطع كذلك غنضيف هنا يا فلفل خضره حمره وسفرا فانشويتهم اي قطعتهم طريفه صغار كذلك ndihne وحشوه ديال فقو صتوي قطعته طريفه صغار غنضيف وحشوه ديال ماطيشة اندي ديال ماطيشة هنا يدفتك مطيشة اللي كتكون صغيرة مويم كهنا اللي قطعتها كهنا اللي خليتها صعيفة وكذلك غنضيف هنوح شوية ديال الدوره دورى اللي كتتبع معلبة كما قلت لكم بالنسبة للخضرة فكاد بقى اختيارية يمكن لكم تديرو غير جوجيا الانواع ديال الخضر ماشي مشكل كما يمكن لكم يعني تديرو غير الكبدة والمكارونة يعني ماشي ضروري تديرو هاد الخضرة اللي درتها انا كاملة مو يمكنها اللحظتوا معايا فانايا وضعت الكبدة ديالي كذلك تدتها على المكارونة بالنسبة لها الكبدة هادي ممكن لكم تعاوضوها حتى بالطن يعني تديرو اي نوعية ديال الطن كتفضلوها كما يمكن لكم تعاوضوها كيف فواكه البحر يعني هادش يبقى اختيار يعني بنسبة للكبدة يمكن لكم تعاوضوها يعني باي حاجة متوفرة عندكم في المنزل وما ينفضل المرحلة هادي فغندوز ان شاء الله باش نحضروا واحد صلصة اللي غنجمع بها الخليط ديالنا عندي هنا يا عاصر حمضة كاملة عصرت هنا يا حمضة كاملة فطبيصل وضفت هنا يا جوج ديال الملاعق كبار ديال الزيت زيت زيتون كذلك عندي هنا يا معلقة كبيرة ديال المايونيز بالنسبة للمايونيز لابغيتو ما تديروش ما تديروش كيبقاته هو اختياري لكن اكيد كيزيد الماضاق هنا يا ضفتوح شوية ديال الفلفل الاسود اللي هو لوزار غيرش شوية مزكتروش بزاف وبالنسبة للملح فما ضفتوش لحقاش الخضراء كاملة صلقتها في الما والملح وكذلك يعني الكبدة عندي ب ملح كل شي مالح وغن نحرك الخليط مزيان بشكية المكارونا ديالنا وكذلك يعني السلطة كاملة كتشربنا هذا الصلصة وفي هذا الوقت هذي فغنضيف كذلك الجوب الاحمر فان قطعته هنا يا طريفات صغيرة ورين مهم صراحة كنت نسيت ما درتوش كان عندي مقطع ونسيتو مهم اشي مشكل مهم في الاخير كنحركوا كل شي كنحركوا الخليط ديالنا بزيان وغندوز هنا باش نقدمو في الطبيس الاس وهنا يا الطبيس الدرت فيه وحشوية ديال الخاص وكننقدموه تقديم عادي وبسيط وفي نفس اللحظة يعني كيجي في هكيا الوينة هو ما يحتاش اننا يعني نديرو له هكيا شي حاجة في الديكور وهذه هي الصلطة ديالي هنا يزيزين تهاب وحشوية ديال القطع ديال الماطيشة وكذلك درت لوحد الحمضة بالفوق يعني تزيل اللي بسيط وفي نفس اللحظة كيجي هكيا زوين وهنا يا فدرت كمية اخرى في الطبيس الهدية الطبيس الما درت الولا خاص لوالو يمكن لكم تقدموها يعني بلا ما تديرو لها الخاص كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنا الاعجاب ديالكم وانا اكيد ان شاء الله لاجربتوها فقد تعجبكم بزاف لحقاش فعلا كاستحق الجريبة كتجي لديدة بزاف وفي نفس اللحظة كتجيها كيا خفيفة في الماكلة يمكن لكم اكي يتقدموها كوجبة العيشاء او لا كوجبة الغداء علش الله لحقاش كتجيها كتشبع مهم كما قلت لكم كاسمنين ان شاء الله تجربوها وتنا الاعجاب ديال كوندوم قالي الا نودعكم نعجبكم فيديو ومنسوش تدعموني وليك ديالكم باش تشجعوني وكذلك كيكس اول مرة كتشوفوني فمنسوش تشاركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة